بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل لدينا في حصتي اليوم إن شاء الله اختبار الفصل الثالث في مادة التاريخ والجغرافيا للسنة الثالثة ابتدائي قدمت لكم ملخص شامل لدروس الفصل الثالث في مادة التاريخ والجغرافيا يعني واش لازم يحفظ التلميذ واش لازم يفهم بعد مراجعة هذا الملخص الملخص رابط الحصة سأضع لكم الرابط في صندوق الوصف يبدأ التلميذ هنا بحل أتمرين وذلك لكي يضمن العلامة الكاملة بإذن الله إذن نبدأ أولا بمادة التاريخ لدينا اربط بسهم بين الملك ومنطقة حكمه إذن لدينا الملك سيفاقص لدينا يوبا الثاني لدينا الملك ماسنسا في طرف الثاني لدينا مناطق الحكم لدينا نوميديا لدينا نوميديا الغربية ولدينا موريطانيا القيصرية كما نعلم كانت في القديم نوميديا الغربية ونوميديا الشرقية لكن بعد ذلك تم توحيد المملكتين أصبح لدينا فقط نوميديا إذن هنا لدينا الملك سيفاقس هنا حكم نوميديا الغربية يوبا الثاني حكم موريطانيا القيصرية لدينا الملك ماصي نساء حكم نوميديا إذن لدينا التمرين الثاني نعم أذكر ثلاثة معالم أثرية موجودة في مدينة جميلة أذكرت لكم في الملاقص وقلت لكم لا يمكن أن تكون في اختبار الفصل الثالث إذن لدينا المسارح لدينا أيضا المدرجات ولدينا المنشآت الدينية نقدر نضيف إضافة نقول الحمامات أيضا إذن هذا فيما يخص التمرين الثاني لدينا التمرين الثالث أكمل بما يناسب إذن لدينا نوميديا هي مملكة لدينا نقاط عاصمتها نقم نقول نوميديا هي مملكة مغاربية قديمة عاصمتها سيرتا إذن لا يقدر تلميذ يضيف هنا سيرتا هنا يضع بالقوسين قسنطينة حاليا إذن هذا فيما يخص التمرين الثالث نشوف التمرين الأول من مادة الجغرافية إذن لدينا تمرين الأول صنف ما يلي الفلشد ولدينا البناء العامودي غرس الأشجار استخدام النقل الجماعي ولدينا المحافظة على الغابات لدينا اقتراحات لحماية البيئة في الريف ولدينا اقتراحات لحماية البيئة في المدينة إذن هنا لحماية البيئة في المدينة أو هنا حلول لمشاكل البيئة الريفية ما هي؟ لدينا البناء العامودي يعني هنا بناء العمارات لدينا المحافظة على الغابات كما نعلم في الريف الغابات بكثرة هنا المحافظة على الغابات إذن لدينا بالنسبة لحماية البيئة في المدينة نقول استخدام النقل الجماعي ولدينا خرس الأشجار إذن بالنسبة للتمرين الثاني لدينا أكمل بما يناسب يتشكل الوسط الذي يعيش فيه الإنسان من مجموعة مكونات طبيعية مثل ماذا وغير طبيعية مثل هنا لدينا طبيعية مثل التربع والهوى غير طبيعية مثل نقول العمران مثلا نقول أيضا المسارح أو هنا وغير طبيعية نقول مثل العمران ومثل المصانع أو الجامحة إذن هذا فيما يخص التمرين الثاني طبعا أشرحت لكم هذا بالتفصيل ستجدون الرابط في صندوق الوصف فيما يخص ملخص دروس مهدة الجغرافية والتاريخ للفصل الثالث إذن هذه كانت حصة اليوم دمتم سالمين وفرعة الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته